لم أستمع إلى كل إجابات ضيفك الأول ولكن طبعاً العراق هو ساحة مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وإيران أيضاً من دون شك برأيي تدفع بأيديولوجياتها السيئة مباشرةً في العراق ما يشجعني هو أنه رأينا في السنوات الماضية تظاهرات في طرقات بغداد ومدن أخرى ضد النفوذ الإيراني في العراق يبدو أن الشباب في العراق خاصة في المدن الكبرى يعارض بشكل واضح التدخل الإيراني وطبعاً إيران أيضاً تعتبر العراق على أنها نوع من الدول التابعة هي لا تهتم بسيادة العراق إيران تريد من العراق أن يصبح دولة تابعة لإيران القادة الإيرانيون يعتبرون أنهم من الدول الكبرى في المنطقة أو من الزعماء في المنطقة وكما سبق وقلت الانسحاب الأمريكي من العراق سيقود تطلعات الشباب العراقي الذي يريد أن يتحرر بشكل كامل وخاصة من النفوذ الإيراني ومن الأيديولوجية الإيرانية المتطرفة التي يستوردها البعض في العراق أنا شجعني موقف الشباب في العراق وأعتقد أننا سنرى المزيد من التظاهرات ضد النفوذ الإيراني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر